تفاصيل أكثر مع دكتورة ميسم قرم حمد صيدلاني وأقتصاصي التغذية أهلا بك أهلا بك صباحك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا يعني كلها تمنعرف أكيد فوائد البقوليات خلينا نفصل أكثر عن فوائد البقوليات وشو الحد المسموح تناوله في فصل الصيب نعم البقوليات للأمانة العلمية هي من نعم الله الكبيرة على الإنسان بتغذيته اليومية وإلى أصناف يدخل فيها الفول السوداني الفول البزاليا العدس الحموص الفول الصوية وهي تشكل مع الخضر ومع الفاكهة ومع التوابل والنشويات هي تشكل خماسي زهبي لا يمكن استغناء عنه بتغذيتنا اليومية ممكن أنا أستغني عن لحم ممكن أستغني عن دجاج بأكل اليومي لكن لا يمكن أن أستغناء عن هذا الخماسي زهبي تكلمت عنه يوميا وهي لكل الشرائح العمرية جيدة جدا بتغذية الأطفال جيدة بتغذية المسنين جيدة للحوامل جيدة للمرضيعات للأصحة للمرضى الوقوليات شغلة كبيرة بس عندها مشكلة مع المعادة مع الصيف مع الصيف مع مشكلة مع جهاز الهضم ومشكلة الغازات هي فقط سوية بشكل جيد جدا يعني سوية لحد الاهتراء بيقضي على الأكتينات اللي فيها وهي بتعمل المشكلة يمكن يخفف هذا الموضوع يخفف جدا جدا وإضافة الكمون إلى الكمون دائما بسلقة والاستهلاكة دائما يضاف لها الكمون فيه مركب يتفاعل معه ويقضي على هذه النفخة بس فيه أشخاص بتحطي البيكربونات أو شيء أنا بحس أنه هذا شيء ممكن يكون مضر ولا ما بعرف لا ما فيه ماني ما فيه ماني هو بساعد بسوية ولكن ما بيأثر عليها لا ما بيأثر عليها وأهم شيء سوية بشكل جيد جدا وبالإضافة عدم خلطة مع ما أستهلك أنا مثلا فول مدمس مع خبز عدم استهلاكها مع خبز مع الأروز لا هي تستهلك اللي بقول يالبي البقلة مع الخضار مع زيت الزيتون مع الليمون مع البصل مع السوم وهي مثلا خيار جيد لما هلأ نحن مثلا كنت عم تحكو مع الفصل الصيف وتكسر الآن السفر والزهى والإياب وكتير أو هلأ يعني النشاطات برات البيت بيكون أحيانا واحد فترة طويلة غايب عن البيت فممكن أنا خيار جيد صح أن الفول صح أن الحمص بأشكال متنوعة قبل ما يخطر على زهني أنا باتجاه المعجنات باتجاه أخو أطلب بيزا أطلب شاور ما أطلب أي شيء من الوجبات الجاهزة لا أنا برأسة لازم فكر باتجاه الفول باتجاه الحمص وأصنافه المادة قالت أنه في حد مسموح لإنه نعم بصيح شو هو هذا لماذا أول شيء الفرق بين الصيف والشتاء والله ما فيه لحد المشبع اللي فيها ما فيه البقوليات ما فيه عندنا أي مشكلة بالكمية معها هل فقط نحن بس مرضى الكلا لا قصدنا دكتورة بين الصيف والشتاء فيه فرق بالممكن الله سبحانه وتعالى عندما فوائد بهذا الفصل أو أضرار الله سبحانه وتعالى عندما جففنا إياها أننا عندما نسحب الماء منها تبقى حتى تستهلك على مدى 12 شهر وإن كان ضرورة تستهلكها بشهر نيسان وأيار بشهرين فصل الربيع تكون خضرة وموجودة بالسوء وبزربة إنتاجها ولكن بعدها تجفيفها وسحب الماء منها تستهلك على مدى أشهر السنة كاملة هلين دائما بيقول أنه الفصولية مثلاً الحب للشتاء أكل الشتوية للفول النابس للشتاء لأنه بالشتاء اللي بتبقى الخضار يعطي حرارة يمكن زيادة نعم نعم لك بيعطي البروتين بشكل عام يعطي طاقة زائدة وبيعطي حرارة زائدة هلأ الطاقة يعني حرارة فالواحد بحس حاله أنه مشوب بالصيف فالصيف هو أميال واحد لأنه للخضر كتير والفواكث لحتى يرطي فيه جسمه وما في مانع لما أنا بدي مثلاً أطلب وجبة مشبعة ما في مانع أن تكون الوقوليات هي الخيار الأول بالنسبة لألي معناها الموضوع أبداً ما بيتعلق بأنه ما بتصير بالشتوية يمكن لأنها حامية بالصير نعم لأنه تعطيني طاقة بشكل عام استهلاك البروتين وحرقوا بالجسم يعطيني طاقة ويعطيني حرارة طب إذا بنا نروح على ذو الفائد الأكبر نحنا بنعرف أنه فيه بروتين اليوم حيواني البروتين النباتي أيهما أفضل أيها بتنصحي فيه أكثر أو الاثنين مهمين البروتين النباتي طبعاً ترجح ترجح كفته لأنه يحوي على كل شيء لا ينقصه شيء البقوليات بشكل عام فيها الألياف فيها مضغضات الأكسدة فيها البيتامينات فيها المعادن فيها كل شيء يحمي الجسم من الأمراض ولا تحوي على كلسترول لا تحوي على شحم سلاسية صحيح بينما البروتين الحيواني هو غني بالدسوم المشبع هو غني بالكلسترول ونحن مثل ما نعرف هو الكولسترول هو مصيبة المصائب مع شحوم سلاسية إذا اجتمع في مادة معينة الآن أمراض القلب والشريين خصوصاً نحن في عهد ما بعد كورونا أمراض القلب والشريين الآن والدسامات والتبديل الصمامات والشبكات والآن عشر أضعاف تقريباً بهذه الأربع السنوات الأخيرة عما كانت قبل كورونا لأنه أصلاً هو لأنه تأثر جداً جهاز الدم وصار فيه لزوجة عند الناس لزوجة زائدة في الدم فالبقبوليات هي الخيار المفضل جداً جداً أكثر من البروتين الحيواني للإنسان الصحيح وللإنسان اللي عنده مشكلة بمشكلة على مستوى القلب والشريين نحن بدي أنصحه ببروتين لا أنا ما أعطي البروتين الحيواني حتى بعض الأطباء ويلك لا تعرف على اللحم الأحمر لكن كل اللحم الأبيض كل صدر دجاج كل حيوان عنده دم ساخن اللحم تبعيته فيه كل السور فيه وشحم سلاسية فهذه المقولة غير صحيحة أنا أوجهه باتجاه الأسماك كبروتين ما موجودة الأسماك البقوليات أو الأسواك البقوليات دكتورة بس دائماً بقولوا أنه فيه أحماض أمينية غير موجودة بالبروتين النباتي نعم خاصة بالنسبة للرياضيين وبناء العضل فما فينهم يعتمدوا على البروتين النباتي البروتين الحيواني هو لا يؤكل يومياً لا يعقل أن يكون يومياً 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 هو اللحم والدجاج لا يمكن مشاكل الإمساك ومشاكل تعطي يعني أحمضات للدم تعمل لزوج الآن يصحون العالم الآن بعد الأربعين سنة كلكم خدوا مميعات خدوا أسبرين مشان تخفيف لزوجة الدم مشكلة الآن نحن معه لزوجة الدم الآن في شيء طرق جديد بهذه الثلاث سنين الأخيرة نحن يجب أن نتعامل معه الآن الوضع اختلف سفعاً ما كنا قبل كورونا الآن في مشكلة صح بكورونا أيضاً الآن مشكلة نحن الآن الجلاطات عند الشباب توقف القلب مفاجئ الآن بالعشرينات بالثلاثينات عند الشواء هذا الشيء ما كان هذا قبل 2020 فالمقولة القديمة يجب شوي التعاون معها بشوي بتعقل أكثر لا هلأ من الميل باتجاه بروتينات نباتية لأنه فيها مواد تساعد على ميوعة الدم وتخفيف لزوجته هلأ بالنسبة مثل ما حكنا أمراض القلب الشرين يفضل لأنه السهلاك بروتين هو البروتين نباتي والبقوليات بأصنافها يفضل بالنسبة للمرضى السكر أيضاً كبروتين أنا بنصحهم بالأسماك وبنصحهم بالبروتين نباتي لأنه إذا منلاحظ بمرضى السكر معظم من في عندهم بأدويتهم خافض كلستور وخافض شحوم ليش ما حخفض أنا اللي بفهمه خافض سكر عم ياخد تمام فهمنا بس ليش خافض كلستور وخافض الشحوم لأنه لا يمكن أن يتسود السكر في الدم ما دام عندي كلستور وشحوم بنسبة مرتفعة ومصدر كلستور والشحوم هي المصادر الحيوانية نبات ما عنده كلستور والشحوم فأنا أول شي أنا بقطع أو بخفف جداً جداً من البروتين الحيواني وبميل بقى بشأن أعطيهم البروتين النباتي بحيث أنا حاله أخفف لهم جرعة خافض كلستور وخافض الشحوم حتى يصل إن شاء الله ما يحتاج يأخذها أبداً أبداً فلما عندهم مشاكل بالسكر ينصح مشاكل قلب الشرايين اللي عندهم مشاكل هرمونية عند النساء تخفيف من الدسم الحيواني المشبع والكوليسور تميد باتجاه البقوليات أيضاً اللي عندهم مثلاً مشاكل على المستوى والكلون جهاز هضمي أنا أنصح جداً بالبازيلا البازيلا هي تتربى على عرش الوقوليات ما عندها الليكتينات بتسبب للكولون انزعاج وغازات حتى للطفل بعد عمر السنة البازيلا أول شيء يدخلوا من البقوليات البازيلا فالبازيلا هي فعلاً تتربى على عرش البقوليات أنا أبني بيقول لي بدي أكل طابات بقى أعرف أنه خلاص أنه لازم أعمل حتى بموسمة وتكون ممكن الواحد يسهلك خضرة طرية فعلاً مثل الطابات الصغيرة الخضرة ويسهلك حتى بدون طبق ولا تحتاج إلى طبق وطعمت طيبة دكتورة هل يتعلق موضوع تناول البقوليات بالصيف موضوع لزيادة التعرق أو لا لأنه تعطينا طاقة مثل ما حكينا هي تعطي طاقة ويحس أنه حاله جسمه حامي فإنه استهلاك بالشتاء أو بالأشهر الباردة تكون استهلاكها أكثر من أشهر الصيف دائماً بالصيف راح يميل لشيء يبرد لي جسمي يخفض لي الحرارة ومثل ما حكينا بكل فصل جعل الله سبحانه وتعالى خلق فيه ما يناسب هذه الدرجات الحرارة الموجودة بفصل صيف درجات حرارة عالية بتلاقي الخضر الموجودة والفواكب كميات كبيرة هي اللي بتساعد على ترطيب جسم ونعاشه وتخفيض درجة حرارته الشتاء يكون وضع مختلف المفروض يرتبط معنات استهلاكه بشرب كميات جيدة من الماء طبعاً نحن دائماً أنا حتى في أنا شو المعيار أنا عم بشرب ماء بشكل كويس أنا دائماً أنظر للون البول عندما يكون لون البول أصفر فاتح ويميل إلى الشفافية إلا اللون الشفاف يميل إلى اللون الأبيض بعرف أنا كمية السوائل عم بشربها كمية الماء هي متناسبة مع كمية التعرق اللي أنا عم بتعرض له وكمية البول اللي عم بخرجه لنشكرك ميسا مقرام محمد شكراً لإلك على كل هذه المعلومات شكراً لكم شكراً لإلكم نهارك سعيد شكراً للمشاهدة